فطمأن الله عز وجل قلب محمد صلى الله عليه وسلم وأراح باله وقال له لا تخف من قوتهم ولا من عددهم فإن الله ناصرك عليهم ولو بعد حين سعى يهود المدينة أكثر من مرة لإذاء الرسول صلى الله عليه وسلم مرة بالقتل بإلقاء الحجارة ومرة بسحره ومرة بوضع السم في الشاة ولكن الله عز وجل أنجاه من ذلك فكفى الله عز وجل رسوله شر اليهود فأجل منهم من أجله وقتل منهم من قتل وسبى منهم من سبى وأخذ من بعضهم الجزية وأزال الله عز وجل مجد الروم عباد الصديب وأزال أيضا مجد الفرس عباد النار على أيدي أهل التوحيد فسيكفي كهم الله وإن كان الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الوعد لعموم المسلمين لا مجال للتفريط في بعض الإيمان كما فعل أهل الكتاب ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز وفي هذه الدنيا سبر الباطل كثير جدا لكن سبيل الحق واحد واضح فعليك بالحق وإن كنتك القابض على الجمر ولا تتمسك إلا بالحق وإن تزين لك الباطل فسيكفي كهم الله كن على يقين أن الله سيحفظك ويعصمك وينصرك فإياك وأن تساوم على الإيمان وأن تقبل بأنصاف الحلول وإن أغضبت من أغضبت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استغنى أغناه الله عز وجل ومن استعف أعفه الله عز وجل ومن استكفى كفاه الله عز وجل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تنسى هذا الدعاء الذي دع به الغلام المؤمن في قصة أصحاب الأخدود اللهم كفينيهم بما شئت وهو السميع العليم السميع لجميع الأصوات بكل اللغات لجميع الحاجات العليم بالغيب والشهادة بالظاهر والباطن بما بين أيديهم وما خلفهم جزاكم الله خيرا